بسم الله الرحمن الرحيم سيكون هذا الفيديو على كيف تشاهد كيف يعمل الكسوف في برنامج الرصد الفلكي ستاليريوم قبل أن نبدأ نموذج الكرة الأرضية لمسار ضلال الكسوف الأمريكية الكبيرة من الغرب إلى الشرق هو صحيح كما يبين هذه المقاطع التالية القمر على البعد الصحيح وفي نسخة للأرض في قرب مسار القمر وفي التقريب تشاهد القمر يمشي أسرع من دوران الأرض الآن سأرويكم محطة ستيف تورنس وهو مصمم ممتاز لثلاثة الأبعاد في سينما 4D وها هي فيديو لنموذج كرويات الأرض يبين كيف مسار الضلال من الشرق إلى الغرب وها هي جيف أنيميشن يبين كيف يمشي الضلال من الشرق إلى الغرب في نموذج كرويات الأرض الرجاء لا تقعون في فخ الناس الذين بجهالة يحاولون كشل زيف كروية الأرض باستخدام نموذج قمر قريب وهذا لا يمثل نموذج الكروية الأرضية كما تشاهدون كل هذه الفيديو تستعمل قمر قريب مسارات الكسوف لمدة 189 سنة منذ سنة 1900 والمسارات بعضها بالمثل وبعضها متغيرة وبعضها غريبة كما تشاهدون سوف نلقي نظرة على الكسوف التالية يبدو أنها بعضها تبدو غريبة الخطوة الأولى ابحث على البرنامج ستاليريوم هو مجان اختار الرمز لنظام تشغيلك وانتظر للتحميل وقم بتثبيت البرنامج الخطوة الثانية افتح البرنامج ستاليريوم واغلق هذه الرموز اضغط مختصرا على F6 وابحث على الشمس اختاره اضغط مختصرا على F3 وابحث على كلمة Earth كي تكبل منطقة اما استخدم الماوس او استخدم Control والسهم العلوي كي تركز الأرض اضغط على الأرض واضغط Spacebar الآن اضغط مختصرا على F5 وسأنزل التاريخ الى الأسفل هنا وسوف اختار التاريخ والوقت للكسوف القادمة الأمريكية والآن احرك الانيميشن مع توقيت الدقائق بسرعة كما تشاهدون والآن سوف اختار تاريخ آخر للكسوف 15 فبراير 1961 وسوف نشاهد هذا الكسوف ويباني كسوف عادي حرك الوقت كما ترون الآن سوف اختار 22 سبتمبر 68 وهذا غريب هذا المسار غريب لا عرف كيف يعمل هذا الكسوف اخر في المستقبل كما تشاهدون غريب هذا المسار غريب اذا احدا يستطيع ان يشرح كيف يعمل هذا الكسوف اهلم سهلا وهذه اخر كسوف في المستقبل كما تشاهدون انعكاس الاسهم بين المسار وبين الانيميشن في ستيلاريوم